الجهات اللي قاعدة تستهدف طبعا تستخدف على شكل مراحل الطائرات المسيرة حسب الخبراء وحسب اللي شفنا هي نفس الطائرات اللي قد استخدمت من قبل الحوثيين وتم في وقتها يعني القوات السعودية يعني تم أسقاطها يعني هم استخدمت أيضا في استهداف قاعدة عين الأسد قبل ممكن أسبوع أو فترة يعني قليلة نفس الطائرة اللي استهدفت يعني المحرك كلها تجميع يعني ماكو طائرة مسيرة تجد تدخل على الحدود لا يجي محرك للطائرة وبعدين يجي البدن قد يكون يعني مفكك ويبدي تجميع هنا ويمكن استخدامها من قبل الجماعة زياناني هسأمر من سيطرة بمحرك طائرة ما يسألوني شنو هذا من جبتيه المن ما خطته شنو تسوين به تنقل داخل العاصمة بغداد مو من الحدود سيد سيف هذا محرك نعم نعم أختي العزيزة المحرك الطائرة محرك لعباء لشعر المحرك بذلك الحجم يعني ومو كل الخبراء فيها هذا الشي يعني محرك كوة الصيني يعني الصيني وصغير الحجم يعني ممكن أنه يدخل بسهولة زينا نحن المخدرات قاعدة تتهرب وقاعدة تدخل للعراق يعني ما يفوت محرك صغير الحجم يعني ترى هي طائرة مسيرة صغيرة يعني فتدخل في أي أدوات مع أي أدوات أخرى ثانوية كدراجات أو أي أدوات أخرى ثانوية تدخل معها كأدوات احتياطية وكذا وتدخل بكل سهولة يعني هنا نحن نجي المراقبة الحدود يعني صعبة يعني أكو كثير من الشغلات قاعدة تدخل فيما يخص قلنا الطائرات المسيرة اليوم أيضا بعض البغداديين يستاء من منظومة سيرام اللي موجودة في السفارة الأمريكية يعني الصوت المرعب بيها وسقوط بعض الشضايا الخاصة بيها يعني هذه منظومة سيرام مفروض ما تكون داخل بغداد داخل المنطقة الخضراء يعني مفروض تكون في مناطق يعني يعني توضع في مناطق يعني على حدود مثلا أطراف زراعية أو كذا وهي شيء يعني ما ممكن تكون داخل المنطقة السكينية وتاخل منطقة الخضراء يعني اليوم الجهديا يجب أن يكون هناك حل وهذا الحل ما أعتقد يكون إلا في توافق سياسي وفق المعادلة اللي قسمتها لثلاثة محاوة وثلاثة جهات سياسية اللي موجودة على الساحة العراقية أما بخصوص استهداف اللي حدث يوم أمس بخصوص مقر حزب التقدم وأيضا حزب الديمقراطي الدلائل الأولى يعني اللي شفناها اللي شفتها أنا أيضا من المبرزات الجرمية اللي موجودة يستخدم الأشخاص المنفذين يستخدموا تكتيق قديم يستخدم من الحرب العالمية اللي هو عبارة عن المصطلح البومبة اللي هي عبارة عن حاوة معدنية توضع بها نوع من أنواع المتفجرات ويربط في صاحق وفتيل أمان ويستخدم بها إشعال الفتيل الأمان الفتيل الأمان الوقتي وأعتقد عبوة انفجرات وقد عبوة ثانية تم تأمينها ورسالها لأدلة الجنائية المعرفة يعني ممكن استغراج بصمات من عدد ومتابعات هذا يبقى التحقيق تابع به لأدلة الجنائية والحكومة العراقية بخصوص رفع بصمات أو نوعية المواد المتفجرة المستخدمة وغيرها هذا الأسلوب أحب أنوه عليه استخدم من قبل استخدم هذا خصوص البنبة استخدم في ضرب بعض المحلات التابعة لمشروبات الكحولية وغيرها والنواد الليلية يعني مستخدم سابقاً نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا الخبير الأمني سيد سيف رعد شكراً لجنبكم الكريم